بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستهد عليكم واحدا من أهم وأفضل محاكيات الأندرويد لتشغيل تطبيقات وألعاب الأندرويد على الويندوز محاكي مناسب جدا لجميع الأجهزة خاصة الأجهزة الضعيفة استهلاك بسيط جدا من موارد الجهاز تطبيقات وألعاب تعمل بشكل جيد جدا أو بشكل سلس محاكي المحاكي المحاكي ده بالشراكة مع شركة MSI وشركة بلوستاكس الشهيرة لمحاكي البلوستاكس المحاكي ده من مواقع الاستخدام أفضل كتير في الأداء من بلوستاكس من حيث الأداء أفضل مفيش أي عمليات بتعمل في الخلفية لا أثناء استخدام المحاكي أو بعد إغلاق المحاكي بيتم إغلاقه بشكل كامل مما يضمن لك استهلاك بسيط جدا من موارد الجهاز أثناء استخدام المحاكي وعدم استهلاك أي شيء من موارد الجهاز بعد إغلاق المحاكي لبداية تحميل هذا المحاكي من الموقع الرسمي هتفتح أي متصفح عندك بعد ذلك هتكتب MSI App Player بعد ذلك من أول نتيجة بحث اللي هتكون بتحمل شعار MSI هتلاقي المحاكي MSI Player X Plus Tax هتضغط عليها بعد ذلك هتلاقي عندك آيكونة دونلود هتضغط عليها وبشكل مباشر هيبدأ المحاكي في التحميل معك بعد التحميل هيكون المحاكي مضغوط معك ابتدي فيك الضغط عن المحاكي بعد ذلك ابدأ فيه عملية تثبيته من الأسفل هنا عند هذا الخيار لو محتاج أنك تغير المكان اللي هيحفظ فيه ملفات تثبيت المحاكي تقدر من خلال هذا الخيار أنك تضغط عليه بالتالي هيفتح معك جهاز الكمبيوتر حدد البرتشن اللي أنك عايز تثبت عليه ملفات تثبيت المحاكي ثم بعد ذلك انستول وهيبتدي بشكل مباشر أو بشكل سريع جدا في بدء عملية التثبيت بعد ذلك هيفتح معك على هذه الوجهة ابتدي إضغط على الإيكونة الأخيرة في الأسفل الـ App Layer هتبتدي تضغط على انستول هيبتدي أيضا من تحميل أو من تثبيت معك مشغل تطبيقات وألعاب الأندوريدز ثاني بسيطة أو بعد الدقيق البسيطة انتظر لحين تثبيت مشغل تطبيقات وألعاب الأندوريد بعد ذلك هيبتدي يفتح معك مشغل التطبيقات بهذا الشكل تقدر أنك تقفل هذه النافذة وتخليك على مشغل التطبيقات طبعا هنا لـ System App هتلاقي هنا بعض التطبيقات النظام على سبيل المثال متجر التطبيقات بشكل تلقائي طبعا يجب أنك تسجل في المتجر بحيث تتمكن من الوصول إلى تطبيقات وألعاب الأندوريد بالتالي طبعا تقدر أنك تثبتها أو تستخدمها أو تشغلها على المحاكي طبعا هنا على المتجر هتلاقي بشكل طبيعي جدا كل تطبيقات وألعاب الأندوريد طبعا كل الأعاب الشهيرة مثلا PUBG Free Fire وغيره من هذه الأمور هتلاقي كل ألعابك كل تطبيقاتك تقدر أنك تستخدمها بشكل طبيعي جدا وهتكون بتعمل معاك بشكل سلس جدا بيتم تشغيلها معاك على جهاز الكمبيوتر بشكل سلس جدا ما فيش أي مشكلات في الأداء طبعا هنا على اليمين بيكون في عندك عناصر التحكم في المحاكي مثلا هنا آيكونة رسينت التطبيقات اللي شغالة في الخلفية آيكونة الصفحة الرئاسية وآيكونة رجوع نفس هذه الأزرار موجودة هنا بما في ذلك الإعدادات وبعد عناصر التحكم الأخرى زي تسجيل الشاشة أغز لقط الشاشة أو تسجيل أو تسبيت تطبيقات EPK من خارج المتجر وغيره من هذه الأمور زر الصوت وزر رميل الشاشة طبعا في عندك هنا آيكونة الإعدادات أيضا موجودة من الثلاث نقاط في الأعلى سيتنجز الإعدادات عندك هنا من قسم البريفرنس تقدر أنك تغير لغة المحاكي إلى اللغة العربية لو أنك عايز تستخدمه باللغة العربية بعد ذلك هنا عندك في قسم البروفورمانس مهم جدا هنا بالنسبة للسي بيو لو أنك توجهت إلى إعدادات المعالج عندك أو التاسك مانيجر مدير المهام بعد ذلك قسم البروفورمانس هنا الكور لو أن المعالج عندك مثلا اتنين كور أربعة كور سيتة كور هتبتدي هنا أنك من خلال المعالج مثلا تحدد اتنين كور كخيار متوسط أو الخيار الهاي أربعة كور طبعا ما تكتبش أو ما تحددش رقم أعلى من الأنوية اللي موجودة عندك خلينا في المتوسط اتنين كور نفس المعالج اللي موجود هنا وطبعا تقدر تخليها واحد كور اللي هو في حال إن الجهاز مثلا جهاز قديم أو جهاز ضعيف وما إلى ذلك بعد ذلك بالنسبة للرمات تقدر تحدد له هنا عدد الرمات اللي يستخدمهم طبعا على حسب إمكانيات جهازك يعني مثلا الجهاز ده مثلا عندي 8 جيجا رام ممكن نحدد له أعلى خيار أربعة جيجا بما في ذلك هنا البروفورمانس مود هنخليه هاي بروفورمانس هنا بالنسبة لفريم ريت طبعا تقدر تصل من خلال هذا الخيار انابل هاي فريم ريت إلى أعلى معدل افي بي اس 240 فريم ولكن من الأفضل تحديد عدد الفريمات بناء على معدل تحديث شاشتك يعني لو شاشتك 60 هرتز أو 144 هرتز فخلي معدل الفريمات هنا متطابق مع معدل تحديث شاشتك يعني لو 60 خلي الفريمات 60 لو 144 ممكن تخليها 144 أو أقل بعض الشيء بحيث إن ما يحصلش تأخير في الألعاب أو ما يزودش الحمل على مكونات الجهاز عندك فبالنسبة لنا هنا هنسيبها نفس معدل تحديث الشاشة على 60 من واقع التجربة والاستخدام لهذا المحاكي كل ما إنك عليت من هنا قدر استهلاك الموارد بيكون المحاكي طبعا أفضل ولكن ده بيؤدي إلى استهلاك عالي من موارد الجهاز لكن لو كانت الاعدادات متوسطة هنا داخل المحاكي بيكون أداء المحاكي مقبول بما في ذلك استهلاك متوسط أو مقبول أيضا للجهاز طبعا لو إن الغيار تأين من هذه الاعدادات يجب إنك تعمل حفظ تشينج حفظ للطائرات بحيث إن يتم تطبيق هذه الطائرات بعد ذلك هنا بالنسبة للشاشة طبعا ما تعليش الريزيليوشن لإنك كل ما تعلي الريزيليوشن كل ما يسبب مشكلات في الأداء عندك يفضل إنك تخليه مثلا هنا ما بين التسعمية وستين في خمسمية وربعين أو الف متين وتمانين في سبعمية وعشرين أو مثلا لو إن جهازك مثلا الف وتسعمية وعشرين في ألف وتمانين من خلال الديس بيلي سيتنجز لو إنك توجهت إلى اعدادات العرض وبعد ذلك هنا عندها هذا الخيار الديس بيلي ريزيليوشن هتلاقي الدكة موجودة عندك هنا طبعا ما تعليش عن هذه الدكة أو يفضل إنك تخليه هنا عند الف متين وتمانين في سبعمية وعشرين ده يكون مناسب جدا بعد ذلك هنا بالنسبة لدي بي آي قياس حساسية استخدام الموحس أو دقة العرض داخل الألعاب دي بتحدد بناءا عن الريزيليوشن أو أبعاد الشاشة عندك يعني لو إنك ضغطت هنا كليك يمين على سطح المكتب بعد ذلك ديس بيلي سيتنجز بعد ذلك هنا توجهت إلى اعدادات العرض بنفس هذا الشكل وكانت هنا الريكماندد الديس بيلي ريزيليوشن بالنسبة لك مثلا أو زي عندي كده الف تلتمية ستة وستين في سبعمية وستين أو الف تسعمية وعشرين في الف وتمانين أي أن كانت دقة العرض اللي موجودة عندك يعني لو كانت هنا شاشة صغيرة ما بين مثلا الف متين وتمانين وما بين الف وستمية في الف وتسعمية دي خليك على متين واربعين واجرب ألعابك أو استخدم الألعاب داخل المحاكي لو لقيت فيه مثلا دقة العرض مش كويسة أو في دروب تريم فارجع إلى مية وستين لكن لو كانت الشاشة عندك ما بين الأرقام الكبيرة أو شاشة كبيرة الف وتسعمية وتمانين فيه الف وتمانين فيه ما فوق خليك ما بين التلتمية وعشرين أو تقدر أنك تخليها ربعمية وتمانين من خلال كاستم من هنا وتكتب ربعمية وتمانين أو لو لقيت فيه دروب تريم أو فيه دقة عرض مش كويسة تقدر أنك ترجع إلى المتين واربعين دي هتكون مناسبة بعد ذلك من هنا من خلال هذا القيار ورحدد شكل الموس المناسب لك بعد ذلك هنا بالنسبة للجرافيك كارت الشاشة عندك خليك على الديريكت اكس هي طبعا هتكون على الأوبن جي إل فخليك على الديريكت اكس هيكون أفضل في أداء الألعاب والتطبيقات من خلال المحاكية أو بشكل عام لمستخدمين الويندوز بما في ذلك هنا الانترفيس رندر خليها أوتو بحس أن المحاكية بشكل تلقائي يحدد الأفضل لأداء التطبيقات والألعاب ما بين التقنيات البرمجية المتاحة بما في ذلك هنا الـ ASTC طبعا الشركة المطورة توصي بهذا الخيار لتوافق مع جميع كروت الشاشة بما في ذلك ضمان الأداء الثالث وهذا الخيار أيضا مهم جدا لو عندك كارت شاشة خارجي متصل بالجهاز يجب أنك تفعل هذا الخيار بحس أن المحاكية يعمل بشكل تلقائي على الأداء العالي من خلال كارت الشاشة الخارجي وليس كارت الشاشة المدمج طبعا لو أنك عملت أي تغيرات يجب أنك تحفظ ثم بعد ذلك هطلب منك قاعدة تشغيل للمحاكية بتعمل قاعدة تشغيل وفي العودة بالنسبة للجيم سيتنجز لو في أي من الألعاب أو التطبيقات المثبتة عندك محتاج عندها فتحة تفتح فيه كامل ملء الشاشة ففاعل من أنماء هذا الخيار واحفظ الطائرات بعد ذلك هنا بالنسبة للديفايس لو في أو لو أنك عايز تحدد مخرجات الصوت في مثلا سماعة خارجية متصلة بالجهاز محتاج أنك توصلها أو فيه مايكروفون محتاج أنك تحدده أو كاميرا بتحدده من هنا بعد ذلك هنا بالنسبة لباقي هذه الإعدادات فاسبها بشكل افتراضي فيه عندك هنا الفون لو محتاج أنك تعين أو تغير نوع الجهاز طبعا ما فيش أي إعدادات تانية مهمة بعد ذلك بتحفظ الطائرات وبترجع مرة أخرى إلى الواجهة الرئاسية أما بالنسبة لاستهلاك هذا المحاكي من موارد الجهاز فلو أننا فتحنا مدير المهام تريد أنكم شايفين بالنسبة للمحاكي بلاير ستمائة ميجا من أربعة جيجا خصصناهم لهذا المحاكي بالنسبة للسي بيو زيرو أيضا بالنسبة للجي بيو كارت الشاشة فزيرو فبنسبة كبيرة جدا أنا حاولت أقلل هذا الاستهلاك من الرمات الستمائة ميجا بحيث أن يكون أقل من كده ولكن ده كان هيكون على حساب أنك تقلل الموارد يعني أنك تخلي الرمات اتنين جيجا أنك تخلي الكور الخاص بالمعالج واحد كور ولكن ده طبعا هيأثر على آداء المحاكي فخليتوا على نفس الإعدادات الافتراضية اللي وضحتها لحضراتكم اتنين كور أربعة رام مع وضع الآداء العالي كان ده أقل استخدام لهذا المحاكي من الرمات تقريبا خمسمية وتمانين ميجا ولكن بالنسبة لهذا المحاكي فبيتمتع بميزة مهمة جدا أنك لو أغلقت هذا المحاكي فبيتم إغلاق كل خدمات هذا المحاكي بالتالي ده هيؤدي إلى عدم استهلاك أي شيء من موارد الجهاز في حال أن المحاكي ده مغلق لأن في الكثير من المحاكيات عند إغلاقها بتظل في خدمات بتعمل في الخلفية وبالتالي بتستهلك من موارد الجهاز حتى لو أنك توجهت هنا إلى تطبيقات بدء التشغيل فيتلاقي أن المحاكي مش موجود هنا مما يعني أنك لما بتفتح المحاكي أو بتفتح الجهاز المحاكي مش بيعمل بشكل تلقائي أو مش بيكون له أي خدمات في الخلفية بالتالي عند إغلاقه كأنه مش موجود وبالتالي مش هيستهلك أي شيء من موارد الجهاز فبشكل عام هذا المحاكي جيد جدا أداءه سلس جدا في التطبيقات في الألعاب على الويندوز أو على الأجهزة بشكل عام خاصة الأجهزة الضعيفة مش هتواجه أي مشكلات في استخدام الألعاب أو في التطبيقات أو في أداء الجهاز بشكل عام مع هذا المحاكي فلو إن كان هذا الشرح مفيد ما تنساش من دعم هذا الفيديو برايك ولو عندك أي تعليق أو أي استفسار قل لي في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته